قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد إن للقيادات التنفيذية في مختلف الجهات الحكومية مسؤولية بارزة في الإسهام في تطوير آليات التنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية وتطوير مسيرة العمل بما يرتقي إلى الرؤى وطموحات المنشودة الساعية لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين من كافة الخدمات الحكومية من المواطنين والمقيمين سموه أكد لدى لقائه اليوم بقصر الإقضابية بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بعدد من المدراء المعينين حديثا في مختلف القطاعات الحكومية على أهمية تعزيز روح المبادرة والفريق الواحد في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج الحكومية وتوظيف خبراتهم في تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والعمل في إطار منفتح على أفضل الممارسات على مستوى التطوير الإداري للقيام بمهم مناصبهم على أكمل وجه لتعظيم الأداء المنتج والفعال وضمان الكفاءة العالية وتمنيا سموه للمدراء الجدد كل التوفيق والنجاح في المهام والمسؤوليات المناطة بهم من جانبهم عبر المدراء الجدد عن بالغ سرورهم بلقاء صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد والاستماع إلى توجيهات سموها السديدة في كل ما يتعلق بمهم عملهم والمدراء المعينين الذين التقاهم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد اليوم هم السيد مشعل العادل العياضي مدير إدارة المكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السيد أنيسة سعد محمد لحويحي مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة الأنسة حصة جاسم إبراهيم الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمحافظة العاصمة السيد فيصل عبدالله الشيخ مدير إدارة تطوير الأعمال بمعهد الإدارة العامة السيدة ندى يوسف عبداللطيف دين مدير إدارة مشاريع النقل البري بوزارة المواصلات السيد عادل طرار محمد مدير إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات شكرا